السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان شاء الله النهاردة هنتكلم على موضوع جديد بالديناميك اللي هو الانيرجي هنتكلم على ثلاثة انواع من الانيرجي اللي هي البوتنشل انيرجي والالاستيك انيرجي والكايناتيك انيرجي البوتنشل انيرجي اول حاجة هنتكلم عليها وهي بالعربي اسمها طاقة الوضع يعني لو انا عندي جسم مرتفع عن سطح الارض بقيمة الجسم ده داخليا بيخزن طاقة وضع قيمتها في جي واكيد بالسنس كده في جي دي هتبقى فاكتور في ايه في عجلة الجاذبية اللي هي جي وفاكتور في ايه تاني فاكتور في الاتش اللي هو الارتفاع وفاكتور في ايه تاني في الماس كتلته يعني البوتنشل انيرجي اللي هي طاقة الوضع فاكتور في الام والجي والاتش ده اول نوع في طاقة الوضع طبعا الكلام ده موجود هنا في الرفرنس هاند بوك الكايناتك انيرجي هي والبوتنشل انيرجي وفي الالاستيك انيرجي هنتكلم عليها موجودة هنا طيب النوع التاني اللي انا عايز اتكلم عليه اللي هو الالاستيك انيرجي ودي حالة خاصة بالزنبروك او السبرينج لو انا عندي سبرينج السبرينج دوت معامل اللي انضغاط لي او الفورس بتاعته او اللي ستيفنس بتاعه او كيه تمام جيت ضغطت اللي سبرينج ده لهنا تمام مسافة هس اتخزن لي جوه الاسبرينج ده نتيجة الانضغاط اتخزن بداخل الزنبروك طاقة اسمها ايه اسمها الالاستيك انيرجي الطاقة دي بنرمزلها مثلا بالرمز اف اس او اف اسبرينج وبتساوي اسف الطاقة دي بنرمزلها بالرمز في ايه وبتساوي نص كيه اس تربية اكيد برضو فاكتور في الاستيفنس بتاعت الاسبرينج وفاكتور في المسافة اللي تم انضغط تمام تمام التغير بقى في طاقة الوضع لو احنا قلنا هنا اه لو زودنا بس على الاسبرينج ده اسبرينج تاني زودنا انضغاط للخارج مسافة اس كده للخارج وقلنا ان المسافة دي S1 ودي S2 يعني هنا فيه طاقة وضع مثلا V2 وهنا فيه طاقة وضع V1 هنا طاقة الوضع V2 نتيجة ان احنا شدينا الاسبرينج للخارج وهنا طاقة الوضع V1 نتيجة ان احنا ضغطنا الاسبرينج للداخل التغير في البوتينشيل انيرجي ما بين V2 ناقص V1 بيساوي الكي على الاثنين S2 تربيع ناقص S1 تربيع تمام؟ تمام هنتكلم على النوع التالت من صور الطاقة هنا في الموضوع دوت اللي هو الكيناتك انيرجي وبنرموز لها بالرمز T وهي موجودة هنا في الريفرانس هند بوك نتيجة وبيت تساوي نص M V تربيع قيناتك انيرجي معناها ايه؟ معناها ان اي جسم متحرك به طاقة مخزنة يعني طالما الجسم متحرك من مكانه اصبح بيخزن طاقة داخلية جواه وقيمتها ان نص M V تربيع يعني فاكتور في الكتلة وفاكتور في السرعة بتاعة الجسم ده لو كان بارتكل او جسيم او جسم يعني اما لو كان رجد بادي فالقانون بتاع الكيناتك انيرجي هيساوي نص M V تربيع زائد نص I C اوميجا تربيع يعني ايه الكلام ده يعني سرعته و بلص سرعة الريجد بادي سيستم بتاعه بالكامل كامل ان شاء الله المحاضرة القادمة هنكمل الانيرجي ونحاول ناخد امثلة على الموضوع ده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته